قسماً بكل مدرج بدمائه قسماً بتراب الأرض ممزوجاً دمع قسماً بعزة شامنا وجلالها وجمالها قسماً سنأخذ من أراد بكيده اغدر الشآن بما أراد إيطاي إنجل صحفي إسرائيلي يعمل في القناة الثانية الإسرائيلية نشر عدة تقارير حول المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا اعتمد في توصفاته على شرذمة من الإرهابيين في مدينة إدلب ومن جملة ما حاول إيطاي وإسرائيل تسويقه عبر أدواتها من عصابات الموت في سوريا أن المواطنين في إسرائيل وسوريا لا يحملون العداء لبعضهم البعض وطبعاً هذا الكلام استخلصه الصحفي عبر رقائه بعضاً من المسلحين لم يعد غريباً علينا هذا الصوت فهذا الإرهابي الذي يدعو الكيان الصهيوني لقصف بلاده علماً يحمل السلاح يطالب بالعدوان الإسرائيلي ويقول سلمية هذا الإرهابي كان ممن التقاهم الصحفي الإسرائيلي ونقل له محبته للكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية هناك أساس للحوار السلمي بين سوريا وإسرائيل هذا الكلام لم يأتي على لسان سوري حمل من جنسيته العربية قدراً يسيراً من بعض ما تغنى به العرب من المحيط إلى الخليج بل نطقها صحفي إسرائيلي تسلل إلى داخل الأراضي السورية بجواز سفر مزور وبمساعدة من بعض المرتزق التكفيريين وفي جديد إسرائيل رمز الأخلاق في العالم كما تصف نفسها وتعبيراً عن عنصريتها تجاه العرب والمسلمين ما نشر مؤخراً عن قيام ما سمي بوحدة تدريب الكلاب في الجيش الإسرائيلي على مهاجمة كل من يقول الله أكبر فويل لمن نطق اسم الله جل جلاله وعاث قتلاً وتنكيلاً بجسدي كل مؤمن قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله أودع في ضمائرنا وأجر في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد قسماً بذاك ونحن نحن الصادقون